بعد عقد من الزمن نتكلم الآن عن أحداث أصبحت راسخة في العقلية للعراقيين وتحديدا في المناطق التي شاهدت وجود إلى تنظيمات داعش تحديدا في مدينة المصر التي يعانت كثيرا من أكثر من ما يقارب الثلاثة السنوات هي كانت تحت هذا الضغط النفسي والضغط الجسدي الذي عانته من خلال التصرفات التي كان يعبث بها هذا التنظيم الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى هذا أولا نحن يجب أن نركز أن هذا التنظيم وهذه إنما كان هي حالة ليس لها وجود بالتحديد على الشخصية الموجودة في المدينة المصر وتحديدا وجميع محاوضة دينها يعني هو كان حقيقا عملية دخيلة وعملية منهجة لإذاء المدينة وإذاء أهلها وإذاء المحافظة هذه المحافظة وهذه المدينة معروفة من دينة المصر من المدن الحضارية والإنسانية ذات التاريخ الكبير والتاريخ العميق هناك دائما توجد معايير وتوجد أسس لتهديم هذه المدن الكبيرة معلوم في التاريخ هناك دول هناك حضارة عميقة المصر تتجه بها حضارة إنسانية بها جذور تاريخية بها رموز قيادية في جميع نواعي حياة العلمية السياسية العسكرية والتربوية إذن عندما تستهدف هذه المدينة إنما يستهدف بها هذا الإشعاء وهذا الحالة المتطورة فيها الآن عندما ننظر إلى مدينة المصر بعد عقد من الزمن نرى أن الأهم في ذلك نعم قد يكون هناك تغيير حدث صحيح وهناك بناء وهناك إعمار لكن كم عملية البناء والإعمار وكم كان هناك تدخل لدى الحكومات التي تلت أحداث من عام 2017 وإلى الآن أنا أتكلم هنا عن الجهد البشري الذي يقوم به أبناء المدينة وأبناء المحافظة في إعادة بناء مدينتهم وإعادة الحياة إلى أسواقها وإلى مزارعها وإلى شوارعها نعم هناك الآن عندما نرى هناك جهد يبدل من قبل المؤسسات الخدمية في محافظة نينوة كالشوارع المضيئة المتنزهات الحدائق هناك أيضا مجسرات هناك عملية إعادة إلى جمالية الماضية وهل وأنا أقول ألا تستاهل مدينتنا ذلك ألا يكافى أبناء المدينة بهذه الحالة لكن المدينة والحياة ليست هذه فقط ليست هي أيضا أسواق متنوعة والأساسية كما يقول مولاة وطاعم فاخرة ومتنزهات يعيش بها الإنسان نعم هناك الرفاهية من حق الإنسان بعد هذه المعاناة وبعد جهد جهيد وبعد أن يعيش هذه ولكن ليس علينا أن ننظر إلى معايير أساسية أنه كمدينة مث هذه المدن تتميز بأولا بأراضيها الخصبة تتميز بمعادنها الثمينة تتميز بإنتاجها وتتميز بالأيدي الشبابية المنتجة هناك معامل لا زالت لحدها معطلة ولا زالت لحدها بعض المصانع والمعامل لم تعاد لديه الخدمة كذلك أيضا هناك الكثير من الفنادق لم تبنه الفنادق السياحية التي يجب إعادة الحياة لها كذلك المطار لم يكمل إنجاز روم أن هناك وعود كثيرة لماذا نتحدث عن هذه الجوانب المهمة هي ليست الغاية أن الإنسان يكون لديه في مطار لكن عندما تريد أن تعيد الحياة إلى مدينة بعد عقد من الزمان أنت تحتاج إلى اقتصاد متين تحتاج إلى استثمار مالي وتحتاج إلى تنمية اجتماعية اشتركوا في القناة